أعلنت وزارة الصحة اتخاذها مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة مرض الكوليرا مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة مصابة وذلك إثر اكتشاف إصابتين قادمتين من العراق تم التعامل معهما بكفاءة ولفتت الوزارة في بيان إلى أنه تم علاج الشخصين المصابين وجاري تماثلهما للشفاء دون مخاطر كما تم أعطاء مخالطهما العلاج الواقي وأكدت الوزارة اتخاذ كامل الاحتياطات المطلوبة نظرا لاحتمال ظهور حالات أخرى بين القادمين من العراق مشددة على أنها حالات فردية ولا تشكل خطرا كبيرا على دولة الكويت ودعت الوزارة الأفراد الراغبين بالسفر إلى العراق إلى تأجيل سفرهم حرصا على صحتهم لحنين الأعلان الدولي على السيطرة على الكوليرا في العراق